بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى لما نيجي نتكلم على المشكلات الزوجية وإحنا خلاص حلقات يوم الحد على طوب نتكلم عنها إزاي نزود التوافق والسعادة في حياتنا الزوجية فيه الغالب في نسبة ما تقليش عن 75% من المشاكل اللي بقابلها في الإرشاد الزواجي بيبقى فيه حاجة كده حضرة بيبقى فيه شوية مشاكل مشاكل الكده بتتنوع وتتغير بس فيه حاجة في ال 75% بتبقى موجودة لما نسأل لوائل السبب في المشكلة يقولوا الحاجة دي مع حاجات تانية إيه الحاجة دي؟ الحضرة بهذه الكسرة حاجة كده بتخلي الدنيا تولع أو بتحسسنا أن الدنيا أولاد إيه الحاجة دي؟ العصبية ما بين الزوجين العصبية ما بين الزوجين دي حاجة إحنا ما نعرفش إمتى بتشتعل وإمتى بتقف حاجة كده وليدة من الحاجة اللي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تغضب لا تغضب أسوأ ما في العصبية أن هي مبررة أسوأ ما في العصبية أن هي مبررة تخيل؟ كنا زمان نسمع أن العصبية دي عبارة عن اضطراب ما حدش يقدر يتحكم فيه ما حدش يقدر العصبية دي خلاص أنا عصبي ده طابع من الطباع أنا مولود به أنا مولود به كأنه بيتكلم على أن العصبية دي موجودة في الجينات بتاعتي أنا ما أقدرش أنا وارس وساعات يقول لك أنا وارس العصبية وساعات هي تقول لك أنا بتعصب زي والدتي أنا وارس دات من والدتي فبقت العصبية مبررة أنا مريس زنبي فيها بس لازم تحس كده أن العصبية لما بتيجي كده كأن فيه وضع متكهرب ليه الشخص بتعصب بتحس أن الجو متكهرب كده نحن عارفين ليه كده لأن كل واحد فينا لازم يعرف أن هو أنا أقول لكم تعبير كده ده تعبير ورداني أن كل واحد فينا عنده سلك عريان عنده سلك عريان كده السلك ده لما شريك حياته بيلمسه بيهيج زي مثلا ما يقول له إيه أمك ما لها أمي شغلك ما له شغلي حماتي إيه اللي حصل؟ ما لها حماتك الفاص كده تحس إن هي أول ما حد بيلمسها الشريك الحياة بيتكهرب هل فكرة اللفظ مش هيا اللي منكهربة الموضوع المخزن في الزهن ومخزن في القلب ومالي القلب بيشحنة عاطفية غضبانية عالية هو اللي بيكهرب الحوار شريك حياته ممكن يبقى عارف مش عارف إن هو لمس السلك العريان ده وساعد بيبقى عارف وعشان كده إحنا لازم نعمل تحالف مع شريك حياتنا بسميه أنا التحالف الزواجي عشان نغط السلك العريان ده وإن محدش ييجي جنب السلك العريان ده لغاية ما نقعد مع بعض ونحاول نحل المشكلات اللي عندنا دي لازم كل واحد فينا يحس إن التاني عاوني ليه على نفسه بدل ما يكون عاون للشيطان عليه وده من باب نصرة أخوك مش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال بابي هو أمي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك الضاري من أو مظلومة فهو في حالة العصبية هو في حالة ظلم إما ظلم النفس أو ظلم الآخرين الإنسان اللي بينفعل بيكون من جواه حاسس إنه مش بينفعل لكن بيدافع عن الحق والصواب وبيدافع عن حقه ولو ما عملش كده يبقى هو إنسان مش راجل ساعات وإنسان مش على حق ساعات وإنسان لو إنه هو ما عملش كده يبقى ما بندفعش عن الحقيقة ويفهم اللي قدامه إنه هو غلطان لكن أيضاً بطريقة غلط كمان الناس اللي بتتعصب بتكون متصورة إن العصبية هتحميه وإنها وسيلة ويسير الدفاع مناسبة جداً جداً يروح الطرف التاني يتصور إنه هو بيهجمه آه لما حد بتعصب لما واحد لما الزوج بيتعصب على زوجته هي ما بتحسس إنه هو بيدافع عن نفسه هي بتحس إنه هو بيهجمها وبيكسرها هي لما بتتعصب هو ما بيحسش إنه هي بتدفع عن نفسها هو بيحس إن في حد عايز يهينه فيضطره وكمان يتعصب علشان يدافع عن نفسه ونفضل في الدائرة الجهنمية دي اللي هي دائرة العصبية اللي هي في الحقيقة عاملة زي النار العصبية أحيانا بتكون كمان دي العصبية لما تكون بحق ممكن العصبية تكون أدالة تنصل من المشكلات أو من الحوار الرشيد العصبية من الزوجين دايماً بيبرروها إن هي من كترة ضغوط فعصبيتهم يكون معناها إن إحنا محتاجين دعم بس لازم نفرق ما بين العصبية في منظور الزوج وفي منظور الزوجة لما الزوج بيتعصب بيوصل لزوجته رسالة إن هو مش مقدرها أو هو ما بيفهمهاش أو هو ما يهموش كرمتها أو ما يهموش احترامها لأن وقت العصبية هو الوقت اللي المفروض ده كلام الزوجة بقى وقت العصبية هو الوقت اللي المفروض يظهر في حفاظ الزوجة على كرامة زوجته اللي هي ست البيت ست الستات فلما بيتعصب وبيستمر في عصبيته هي يفضل جواها حاجة إن هو أهنها إن هو هي ما تسويش حاجة عنده إن هي في الحقيقة كرمتها بتهضر على الأرض في أي مشكلة الزوجة لما بتتعصب بيكون ده علشان هي بتحس إن فيه فجوة بينها وبين الجوزجة فبتقول له فهمني أو بتقول له أنت بعيد عني قرب مني وبيكون ده هدفها إن هي تفوقوا تفوقوا من البعد اللي هو بعيده عنه على فكرة ولعلمك الزوج والزوجة لما يتعصبوا حاجة كده على جنب كده الزوج والزوجة لما بتعصبوا على أطفالهم بيبقى في غالب بتعصبوا على بعض بس الأطفال دي بتبقى وعاء يطلعوا فيهم غضبهم وعصبيتهم ودي من الأشياء الجانبية اللي بتفسد الحياة الزوجية حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تغضب ما كانش أرصد لا تغضب في العمل ولا تغضب بس في الطريق لكن أرصد لا تغضب في أول مكان لازم يبقى فيه حسن الخلق اللي هو البيت أسوأ حاجة للعصبية لما بتروح ناحية الأطفال الأطفال بيبقوا مشاهمين هم بيتعمل معهم كده ليه وبعد كده بيحسوا وبعد كده بيعرفوا أن عصبية أبوهم وأموهم سببهم كل واحد فيهم فيفضلوا هم حسين أن هم البيت كله بيتقلب بسبب تافي وملوش لازمة على فكرة الزوجة ممكن تتوقف العصبية بتاع الزوجة لما تقوله أنا شايفة أن فيه حاجات أنت عاوزني أساعدك فيها وأنا مستعدا أساعدك فيها بكل حب وما فيش حد فينا إلا هو عايز يتطور ويتحسن فعاوزك تقول لي أنا ممكن أعمل إيه عشان أساعدك وأخليك ما تنفعلش الانفعال ده فهو من غير ما يشعر هيقول لها أنت اللي عايزة حاجة تتغير فيك ده أنا اللي بنفعل شوفوا إيه اللي حصل يبقى الزوج في غالب الأحيين محتاج لما هو يتعصب الطبطبة الحنية طب والزوجة لما بتتعصب بتحتاج إيه أنا دايما بقولهم كده في الجلسات الإرشاد الزواجي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان قريب دايما وكان يستخدم التلامس برسائل عجيبة للسيدة عائشة لدرجة أن السيدة عائشة تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما كان يبعت لها رسائل القرب منها لغاية ما السيدة عائشة تقول ما انتقل الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو بين سدري ونحلي فكان دايما لازم نعرف أن من أهم الأوقات اللي ممكن يستخدم فيها الاحتضان اللي بيدل على احتواءه والعصبية احنا مش محتاجين نرد على كل فكرة بتتقال لكن محتاجين أن احنا نحسس أن احنا قريبين من بعض لأن انا قلت لكم عصبية الست أوقات كتيرة بتبقى عصبيتها أن هي بتنادي على البعيد عنها بتفوق اللي مش فاهمها بتتعصب لأن هي حاسة أن هي محتاجة أن هو يحميها من أول حد وهو يحميها من نفسه وعشان كده اللي نفعل دلوقتي عند الستات بقى كتير عشان هي حاسة أن هي بتقوم بأدوار كتيرة ومحدش بيجبر بخاطرة ولا حد بيمتنلها ولا حتى حد بيشوفها ساعات بتقول كده لأن حاسة أن مش حد يشايفني وساعة أنه انفعال محتاجين أن احنا نعمل حاجة اسمها شوية خطوات كده أول حاجة التبريد الزواجي فاكرين حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا لما نغضب نروح نتوضى ليه؟ عشان نبرد المشاكل الزوجية احنا محتاجين نبرد المشاكل الزوجية يعني ايه؟ لما يحصل الانفعال احنا محتاجين نبرد هذا الانفعال زي حدث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه؟ خيروما الذي يبدأ بالسلام يعني خيروما الذي يبدأ بالتبريد يعني ايه التبريد؟ أنا شايف أن احنا منفعلين دلوقتي ويرأيك نكمل الحوار مرة تانية بعد ساعة وتأجله الحوار وتأجله الحوار لمعاد توفوه انتو الاتنين نكون خرجنا عن الحالة اللي احنا فيها دي الراجل على فكرة ليه مفتاح ومفتاحهمهم هم جدا ان احنا نعرفه لو الستة قالت له الراجل بيبقى محتاجين مدة كده عشان يكسر حدة الانفعال لو قالت له ايه رأيك؟ ان احنا نأجل الكلام ده وكل واحد فينا يشرب المشروب اللي بيحبه وبعدين نرجع نكمل كلامنا مرة تانية حد عيقول لي هو في ساعة الانفعال ممكن نعمل كده احنا بنكلم عشان نبقى عندنا وعي بنكلم لو كنا حاسين ان البيوت دي دي اهمية عندنا بنكلم عشان احنا حاسين ان احنا نقف قدام ربنا وطبعا فيه ادوات كتيرة بتعملها ست عشان تخري الراجل يخرج من الانفعال ان هي تعمله مشروب يحبه او ان هي تندهله باسم هو بيحبه او باسم الدلع او ان هي تغير تنصتها وتقول له حاجة تدحكه الحاجة دي قريبة بس احنا بنستخدمش ده واحنا بالفعل نستخدم شريط اسم وشروط التفولة الطبيعية وفي الجانب الاخر الراجل برضو محتاج ان هو يقول لها ايه يقول لها انا عارف ان انت بتتعبي وانت فوق دماغي من فوق وانت لو انك انت بس تعرفي انا قدي ايه بحبك وقدي ايه ما انا ممتن ليك وقدي ايه انا حاسس بان ان انت دي قدي ايه بتتعبي في البيت ده وقدي البيت ده من غيرك ما يسواش اي حاجة كل الانفعالها يقف في الغالب ان الاتنين بينفعلوا لانه حاسين انهم متدس عليهم بينفعلوا لانه حاسين انهم الاتنين مدعوطين بينفعلوا لانه محتاجين حد يطبطب عليهم وحد يحتويهم لو حصل ده اوقات كتيرة بانهم مش حاسين ان احنا ننفعل صحيح بتبقى فيه مشكلات حقيقية المشكلات الحقيقية لازم نتكلم فيها ومنسبهاش تتراك يبقى اول خطمة من نسبة للزوج وزوجته ان هما الاتنين يبردوا هذا الانفعال وما لقيتش حاجة تبرد هذا الانفعال افضل من الكلمة الحلوة واذاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين اقول لكم بس حاجة كده من تأملي في كلام حضرت النبي اللي هو لا اتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه وكلامه صلى الله عليه وسلم كلامه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم تعالوا نجمع حديثين من مع بعض حديث الصدقة تطفئ غضب الرب ثم حضرت النبي يقول والكلمة الطيبة صدق فاذا كانت الكلمة الطيبة صدق والصدقة تطفئ الغضب فكيف لا تطفئ الكلمة الحلوة والكلمة الطيبة غضب الزوجين الكلمة الحلوة هو المعنى اللي غاب من بيوتنا واللي خلى العصبية ملهاش اخر يبقى احنا لازم نبص شويتين تلاتة ازاي نعالج العصبية دي اسوأ بخل هو البخل وقت العصبية ان انت تبخل بكلمة تبرد قلب حبيبك تبرد قلب زوجك تبرد قلب زوجك هو ده البخل الحقيقي ولذلك لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا لما نغضب نغير وضعيتنا يعني اذا كنت واقف تقعد واذا كنت قاعد واذا كنت واقف تمشي واذا كنت ماشي تقف الناس فهمت ان ده تغيير وضع جاسة دي بس لا اهم حاجة تغيير الوضع النفسي انا هقول لكم على شوية اجراءات ممكن نعملها عشان نعمل كده ونتخلص من العصبية اول اجراء اجراء ده احنا ممكن نتعود ان احنا نعمله دايما هقول لكم ليه لان كل اللي احنا عايشينه ده من جراء ان احنا عايشين الانفعالات دي اول حاجة احنا محتاجين نعمل كل يوم عدد لا نهاية لا وخاصة اللي من يدخل البيت ان احنا نذكر نفسنا ان البيت دي ان البيت ده فيه حبيبي وان اللي جاي من الشغل ده حبيبي ليه فاكرين لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبره بانك تحبه احنا محتاجين نذكر نفسنا بان احنا بنتعامل مع حبيبي لان الانفعال بيبقى في لحظة بحس ان انا بتعامل مع عدوي لا ده زوجي زوجي ستر وغطايا ده زوجتي اللي ربنا جعلها سبب ان البيت ده وتتملي بالنور والبركة ده جوازها جاب الخير معاه الجواز ده فتح باب الاقبال على الله سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة يبقى ايه اللي حاصل انا محتاج ان انا اذكر نفسي عدد من المرات لا بأسة به وليكن عشر مرات عشرين مرة ان انا اللي في البيت دي حبيبتي اللي في الشغل ده حبيبي وافتكر ده واشح النفس بهذا المعنى ويبقى نيتي كده الكلام لما يبقى كده عينغمس وانا بتكلم الكلام ده في المحبة وانما الاعمال وبالنيات وانا بحب الحديث انما الاعمال وبالنيات لاني العمل النية فيه فاحنا لو ملينا نيتنا وملينا قلبنا ان احنا بنتعامل مع احبابنا هيطلع الكلام كلام حب ونلاقي العصبية بتبرد لوحدها دي اول حاجة الحاجة التانية ومهمة جدا جدا نعمالها طول الوقت ايه اللي بيخلينا نتعصب لان في وقت العصبية محدش فينا بيبقى عارف ايه الحاجات الحلوة في شرك حياته تعالوا نعمل كده كل شهر ويا ريت لو قدتروا بتعملوا كده كل اسبوع ان كل واحد فينا يفتكر الحاجات الحلوة في شرك حياته ليه؟ عن احتاج ان احنا نستخدم الحاجات الحلوة دي في وقت العصبية ان انا في وقت العصبية اقول له على فكرة انت راجل كريم وبنقصول والكلام دوت وانا بحب فيك ده وانا نفسي اقول للناس كلها قد ايه انت كريم وبنقصول بس طب انت بتعصبيني ليه؟ هيلاقي الدنيا هديت وهو يقول لها والله انا ما شفت في دينك ولا في اخلاقك انت اجمل هدايا ربنا اهدهالي ديني بردت فلازم احنا كل واحد فينا يحب يعرف الحاجات الجميلة في التاني وده واجب علينا والله والله واجب علينا عشان نفضل كل واحد فينا نعمل التاني فلازم كل شهر وكل او كل اسبوع على الاقل كل شهر كل واحد فينا يفتكر الصفات الجميلة في شرك حياته ويستخدمها لما هو يجي يكلمه لانه هو هيحس انه هو فعلا فهمه وعارف الحاجات الحلوة فيه عارف اكتر حاجات توقف العصبية ايه؟ انك تنادي الشخص باجمل ما فيه لانه هو ساعة ما بيتعصب بيخبي حاجة وحشة فيه بيدافع عن نفسه انه محدش يمسك الحاجة الوحشة اللي فيه فلو قلت له حاجة جميلة فيه هيبقى الجمال اهم عنده من انه يشوف الحاجة الوحشة اللي فيه تالت حاجة احنا ممكن نعملها ان احنا لما يحصل وقت العصبية العصبية على فكرة ما بتجيش فاجأ سيبوكم من الكلام اللي احنا بنكتب بيه على انفسنا ده الكلام اللي احنا بنكتب بيه على انفسنا جاي وما أبرقوا نفسي إن النفس لأمرتهم بالسوق وما أبرقوا نفسي إن النفس لأمرتهم بالسوق نفسنا بتجي تقول لنا إيه تقول لنا على فكرة العصبية بتجي فجأة لا إحنا بنحس أول ما تلاقي يديك بتتعيش وشك أحمر أنت حاسس أن أنت مش قادر حاسس أن أنت بتهتزق العصبية بتعمل إيه بقى تذكر ربنا سبحانه وتعالى لما تذكر الله سبحانه وتعالى ده يكون لي أثر كبير على نفسك ألا بذكر الله تطمئنه القلوب الحاجة كمان اللي احنا ممكن نعملها والحاجة الرابعة نحنا نعمل إيه نأجل لما يجي وقت العصبية نستسمح بعض والتنين هم سمعين الزوج والزوج يبقى بينهم كده على طول سيم بينهم لغة خاصة إيه رائج نأجل الكلام ده لمدة ساعة وعلى فكرة وما فيش مش عيب خالص إن إحنا لو إن إحنا أجلنا لساعة وتعصبنا نأجل لساعة كمان بس نرجع بعد الساعة ليه طيب كل مرة بنأجلها أقول لكم سير كل مرة بنأجلها بيبان بيننا إن إحنا حريصين على إن إحنا كل واحد يجبر خطر التاني وما يكسرش بخطر وما يأزيش التاني آخر حاجة إحنا محتاجين نمسك بجناب ربنا سبحانه وتعالى وبمدده تعالوا نحنا كمان نقول حاجة مهمة جدا مجربة في أوقات العصبية والانفعال قول واطلب مدد ربنا وقول له يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي لو عملنا الحاجات دي أنا أظن العصبية هتخف وأنا أعرف أن العصبية دي مش شيء مقدر علينا أقول لكم حاجة العصبية قرار ومن حقك الاختيار أن أنت تختار أن أنت تعيش وقلبك مليان بالأنوار مش مليان بالنار اللي جاية من الشيطان ومن النفس الأموارة بالسوق يا رب الهمنا مددك وجعلنا يا رب من أهل طاعتك ومن أهل محبتك واسكب علينا من أنوار الطيبة التي تجعلنا دائما في حصنك وفي مددك يا طيب من الانفعال وتجعلنا مع سيد الرجال من أرسلته رحمة لنا في كل حال يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي عشان نجاوب على أسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم ومنخصص لها وقت عشان نجاوب عليها وبتفضل جسر من نور يوصلنا من بعض لغاية ما تفضل مجالس النور شاهدة لنا يوم القيامة إن شاء الله وتفضل مليا حياتنا بركة وفتح وتوفيق وسداد وأول سؤال عندنا النهاردة من أستاذ أحمد من الأليوبية تفضل يا أستاذ أحمد وعليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالأصالة عن نفسي وبإسم كافة مشاهد القناة الأولى نتقدم لحضراتكم بخالص الشكر والتقدير والاحترام والحب الله يكرم وفريق العمل فوق رؤوسنا وملأ عيوننا الله يرضى عنك تفضل يا أستاذ أحمد مع حضرتكم أحمد عروج من غرب شفر الخيمة الله يكرم تفضل يا فن ماذا أو ما حكم الشرع في ذلك الأبد الذي ينجب أطفالا بلا حدود طيب يعني حسابات منطقية يعني ينجب أطفال أكبر من طقته يعني وبلا حسابات منطقية دكتور طيب حاضر أجاوبة لحضرتك أستاذ أحمد معلش أكمل سؤالي يا أستاذ أحمد ويحمل زوجته مسئولية تربيتهم لدرجة أن هناك أطفال من أبنائه لا يعلم هم مفسنة إيه في التعليم أجاوبة لحضرتك ويعطي زوجته شهريا مبالغ زهيدة للمصادف على كوم العيال دي أو زي ما بيقوله ما طبيعي لازم يعمل كده أجاوب على حضرتك أستاذ أحمد وأنني جدا يا دكتور يعني يبحث عن متعات الدنيوية الخاصة معلوش دعوة بقى وبيخلفوا خلاص معلش مع ذلك إن كنت بستعمل اللغة العمية يعني أبدا أبدا أهلا وسهلا أنا أجاوب على حضرتك أستاذ زحي أهدوت بقى شكل من أشكال الظلم اللي الناس كتير بتقع فيه إنه هو والعيز بالله يحمل نفسه ما لا يطيق ويحمل أولاده ما لا يطيقون وفي الآخر خالص يقول إنه هو ما عملش حاجر استخدم حقه الشرعي في إنه هو ينجب في ساعات يزود الطين بإله ويقولك إيه والله أنا مش بس كده إنه أنا كمان يفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تكاثروا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم وما يعرفش إن ده خلاص حصلت المباها وانتهى لكن إحنا دلوقتي هو بيوصلنا إلى حالة تانية تكلم عنها الرسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم عن حالة تانية اسمها إيه؟ أمن قلة إنه نحن يوم إذن يا رسول الله؟ قال بل أنتم يوم إذن كثير ولكن كغساء السيل فهو في الحقيقة إحنا وصلنا إلى حالة غسائية بسبب هذه الكسرة غير محسوبة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس الحقيقة اللي بيعمل كده بيفتن أولاده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما أطال سيدنا معاذ القراءة قال أفتان أنت يا معاد أنت فتان يا أخي اللي أنت عملت كده فتنت أولادك وفتنت أسلتك وفتنت زوجتك فتنت زوجتك اللي هي مش عارفة تعمل إيه؟ عشان تقدر تدبر فلوس مدارس وفلوس التربية بتاعت الأولاد بل فلوس الأكل والشرب هتعمل إيه هي؟ يا سادة ده من أشد أنواع الظلم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول ده من أعظم الإسم إن الرجل يعمل كده ويضيع من يعول أكيد أنا مش بكلم أخونا دات إن هو يقنط لكن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويحاول يفتح موارد يدي ده ويحاول يوسع دخل هذه الأسرة عشان ينجيها من الفتنة اللي هي فيها ده لكن أكلم كمان الناس اللي بيسمعوني اللي هم في فكرهم ممكن يعملوا كده أو إن هو في صراع ما بينه وبين زوجته إن هو يعمل كده فاتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسكم وفي أولادكم وبلاش نفتن أولادنا وأولادنا لأن في الحقيقة الفتنة دي ممكن تضيع الأولاد أنت متصور إن أنت فقط إن أنت لو فقط خلفت وديتهم شوية فلوس يأكلوا كلهم مع بعض على الأد يعني وكأننا بنتعامل مع أنا أسف يعني بنتعامل مع ناس مش من قدمين يعني دولا محتاجين يعيشوا حياة كريمة محتاجين يعيشوا في وضع يتناسب مع البشر مش في وضع أقل ما يقال عليه إن هو وضع مهين أرجوكم ما تهنوش أولادكم بإن أنتوا تحملوهم أخطأنا أخطأنا دي كفاية أن نحن نقف فيها قدام ربنا لكن أن نحن نحمل أولادنا أخطأنا ضمن أعظم الإسم ومن أكبر خبائر ومنها أن نحن نعمل زي كده أن نحن نخلف بلا حساب ونعرض أولادنا للفتنة وكمان نهنهم ونخليهم يعيشوا في حياة أقل ما يقال فيها إن هي حياة لا تستقيم ولا يرضى عنها رب العالمين معانا السيدة أمو مصطفى من القاهرة أهلاً سلام عليكم ورحمة الله يا فضلت السيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تدعلك من أهل الجنة معاستنا النبي صلى الله عليه وسلم أنت والأنسة ردت علي ربنا يبارك لها ربنا يبارك في حضراتكم ويحفظكم يا حجم مصطفى تفضلي يا رب يا رب أنا دلوقتي ست كبيرة ساعتك وعندي 62 سنة وعندي مرض الصرعة بالدين الصرعة وبتبوة يعني بعمل على نفس ما يعفوه ما بدرس بنفسي أفواً في اللفظة أصلي البرنامج بس حضرتك ببقى واحدة تانية بعد كده يعني وكده بقول لي يا أمس دكاتك الصرعة مرتين أو ثلاثة ربنا إن شاء الله يكتب لك الشفاء العاجل يا رب وأجمع لك بأن تمام الأجر والعافية يا رب العالمين يا رب أمي ماتت بنفس الموتة بس ماتت محروقة لإني كان عندها الصرعة لا إن شاء الله ربنا يحفظك ومن كل مكروه يسوء وهي إن شاء الله في الجنة إن شاء الله يا رب ويعفو عني يا رب إن شاء الله كده تواصل مع ساعتك بعد كده من فضلك دلوقتي الصالة ساعت الباشة بقوم أصلي مش قادر أقوم صلي أنت قادة هل يتكبله الله سبحانه وتعالى حبيب حبيب رسول الله الذي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بص يا حاج المصطفى إن شاء الله صلاتك وانت قعدة أو صلاتك على أي حالة تتناسب مع صحتك إن شاء الله مقبولة بالعكس يضاعف لك الأجر إن شاء الله إن أنت حريصة وبتتحمل مشاقة والثواب على قد المشاق فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعظم لك السواب ويرفع درجاتك إن شاء الله واعلمي إن امرأة سألت حضرة النبي عن حالها زي حالتك بالضبط فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إنها تكون معه في الجنة إن شاء الله فإن شاء الله سوابك عظيم فبين إن تحمل ما أنت فيه دوة إن شاء الله سوابه الجنة إن شاء الله فخلي بالك إن شاء الله أنت معانى وإن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يكرمك وإن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يجعل يجمع لك بأن تمام الأجل والعافية عاجلا غير أجل إن شاء الله سوابك إن شاء الله مضاعف إن شاء الله وربنا ان شاء الله يكرمك ويديك الصحة والعافية مستاذ فتحي من الغربية تفضل مستاذ فتحي ايوة اهلا بك معلش عم الشيخ تحملني شوي على رأسي الرسول عليه الصلاة والسلام قال للسيدة فاطمة ان كان هذا صدقا يعني اعملي يا فاطمة فاني لن اغني عنك من الله شيء طي فانا عايز اقول ما فيش حد بيغنى عن حد فانا عايز اقول كان الرسول لما يلاقي ناس بتعمل حاجة يقول هناك قوم فانا بقول بنفس الاسلوب اللي بنتعلمه الرسول هناك قوم عندما يقرؤون في الصلاة الجاهرة اللي نجهر بها ان كان الصبح ولا المغرب ولا العشاء لا يذكرون اية اصيلة من السبع المساني وهي بسم الله الرحمن الرحيم فده بيفسد الصلاة انا لما بلاقي حد بيعمل كده بطلع من الجامع واسيبه ليه كده بتعمل كده انقر ما هو معلوم بالضرورة ومن انقر ما ما هو معلوم بالضرورة فقر جفر على ما انزل على محمد ليه بس فالسبع المساني والاية الوحيدة اللي لها رقم بسم الله الرحمن الرحيم في السبع المساني طيب واحدة واحدة بس حجفاتي واحدة واحدة بس حجفاتي يبعد عن الامامة من هو متعمد ان ينكر ما هو معلوم بالضرورة طيب انا اكلم حضرتك حجفاتي بس حجفاتي اول حاجة بس لازم تعرف ان احنا عندنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالناس مرات قرأ بالناس في مكة وقرأ بالناس في المدينة ونعم الفاتحة اية منها بسم الله الرحمن الرحيم في قراءة حفص عن عاصر القراءة اللي بيقرأ بها اهل مصر فهي اية من الفاتحة ففي قراءة المكيين بسم الله الرحمن الرحيم اية من الفاتح لكنها ليست اية وهي اللي استفتاح في قراءة المدني ولذلك قراءة ورش اهلها لا يستفتحون ببسم الله الرحمن الرحيم مش معنى كده انه لو استفتح ببسم الله الرحمن الرحيم ايه اللي حاصل يبقى كده حرام عليه ابدا هم يقولون بأنها هي الاستفتاح بس ده يفرق بقى هي الصلاة تبطل ولا ما تبطلش فالسادة الحنفية مثلا السادة الحنفية ليس عندهم شرط قراءة الفاتحة أصلا ليست ركنا في الصلاة بس انت لو قررت في الفاتحة السادة حنفية لديك صلاتك بطلت فانعايز اقولك حاجة فاتحي المسألة هون عليك هون عليك بمعنى نحن لا نفت الناس بأنهم لا يقرؤون الفاتح احنا المستقر عليه الفتوى الفتوى ان الناس تقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم في الفاتح ده المستقر عليه سواء كان بيقول ان بسم الله الرحمن الرحيم ايا من الفاتحة او مش ايا من الفاتح تمام لكن ما يوصلش الحال ان انت تخلي الناس تكفر يا حاجة فاتحي المسألة كبيرة كده انت كده بلغت في المسألة المسألة مسألة خلافية وخاصة مع الحديث اللي ورد في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين تبحون لده على إيه؟ على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البسملة في سره وهذا موجود في قراءة المدنيين فأنا عايز أقول لك بس هون عليك المسألة مسألة خلافية لكن إحنا المستقر وخاصة مع المصريين اللي بيقراءوا بقراءة حفص آه يقراءوا ببسم الله الرحمن الرحيم وعدم القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم وهو بيقرأ بحفص يعني لو واحد أرى كده قال الحمد لله رب العالمين على جاهله وهو يرى أن الفتحة ركت وما قالاش بسم الله الرحمن الرحيم فتحته مصصحيح لكن ما توصلش حد التكفير يا حج فتحي مش وكتير كده علينا في فرق كبير جدا جدا من أن الواحد جاهل بالمسألة اللي أنا قعدت أفصلها لك دلوقتي اللي حضرتك ما قلت ليش أي تفصيل عنها يعني ممكن أنت كمان ما تكونش عارف التفصيل اللي أنا بقوله ده لكن واحد دخل في مسجد اللي بيقم الناس بيه جاهل وما يعرفش المسألة دي فصلى بالناس فما قرأش بالبسملة مش حاجة أقوله أن أنت كفرت كده كتير دي مسألة هو ما يعرفهش وجاهل بيها فنعلمه يبقى احنا نعمل إيه نعلمه ونقوله أنت بدل بتقرأ بحفظ يبقى البسملة آية من الفاتح فتقرأ بالبسملة وبس تقرأ بالبسملة ليه؟ عشان صلاتك تبقى صحيحة عشان الفتحة تبقى سبع آيات وبسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتح لكن يوصل الحال بقى إلى إن هو كده كفر لا 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 خالص توب إلى الله واستغفر ربنا حاج فتحي من هذا الكلام الشنيع اللي هو ما يتنسبش مع حكمة حضرتك معنا السيدة أمو أحمد من القاهرة أيوة اتفضلي اتفضلي حضرتك سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي في الوقت أنا بجيب حاجات بالإست زي موبايلات وحاجات مندي يعني طي فبعد ما الزبون بياخد الحاجة بطادح بعد كده بسمع أنه هو بيبحى من ورايا يا ترى ما كده علي وزر ولا إيه؟ أنا نفسي أعرف بس حاج أمو أحمد من اللي قال لك أكيد حد كده رح قال لك إيه أنت كده عليك حرام صح كده؟ آه قالوا لي سألي قالوا لي سألي عشان ما يبقى حرام عليك آه آه ربنا يسامحهم ممكن يا جماعة من وسوس بعض عشان الوسوسة دي مش حلوة الحاجة أمو أحمد الحاجة أمو أحمد دي ستة كريمة بتجيب بالحياة دي عشان ربنا يفتح عليها لا يا ستة أنت ما عليكيش أي إسم أنت بعت عدة الموبايل دي بالتأسيط وحقك أن أنت تاخدي الإست بتاعك وملكيش دعوة بصاحب الموبايل ده وهبوا لحد باعوا أنت ملكيش دعوة بدا خالص ولا عليكي أي إسم بالله عليكم أحبابنا وأهلنا وناسنا بالله عليكم الناس دي تقلبها رؤية بلاشتوا وسوسوهم الله يكرمكم أنا لما كنت في الحج أنا شفت ناس خلوا ناس يغمع عليهم ويبكوا لأن واحد جي قال لا ده حقك مش هينفع لأن هي ثابت حاجة كده فعشان خاطر بالله عليكم ما حد شفت حد ويقوله ما هو هي بتقول لي قالوا لي اسأل طبعا أنتوا خوفتوها هي تسأل من نفسها يا ستة العمل اللي أنت بتعمليه ده حلال وأقولك حاجة كمان لأن أنت ممكن تجيبيها ممكن واحد يجي يقولك والله وأنت ممكن تجيبه تقول لي أيها والله اللي أنت قلتلي الفتاة دي أصل مهمة أن أنت ممكن واحد يجي يقولك أنت ما عندكيش محل لكن واحد يقولك هاتيلي الموبايل الفلاني وأنت ما عندكيش محل والموبايل مش عندك في المحل فيقولك هاتيلي الموبايل الفلاني فتروح تجيبهوله ويتبعوله ده جائز ده جائز وما فيوش أي شبه فإن شاء الله اللي أنت بتعمليه ده جائز وحلال وإن شاء الله ربنا يبارك لك ويسا عليك أستاذ نورة من القاهرة تفضل عليكم السلام عليكم عليكم السلامة ورحمة الله هاته أستاذ النورة تفضلي تفضلي اذا أمت كان عندي حوالي ثلاث أسئلة كده بعد إذن حوالي أنتم ممكن يزدادوا وإحنا بنتكلم تفضلي تفضلي أستاذ النورة مع ديتنا أفهم أور مرة اكلم قادت أنك وصلت من حضرتك والله تفضلي أول سؤال أنا جوزي يعني ما إيه هو بيه أنا البيت رفت بيته بس أنا بالنسبة لمصريف أنا بالنسبة له تفع يعني بالنسبة لحاجاتي برضو الشخصية بالنسبة له تفع فانا باخد من وراء يعني بتاخد من وراء الحاجات الشخصية ان انت محتاجاها عشان تعيش عايشة طبيعية او او يعني هو دلوقتي عندي قديمة عايزة تيبغيرها حاجات من نسبة للمضافة الشخصية الحاجات دي بنسبالها تفهم منعش لازمة انه مش بيتامل من نضافة الشخصية خالص دي حاجة انا بيتنفرني منه جدا ده اول سؤالي السؤال التاني او فانا باخد من وراء وبحوش يعني مثلا اجيب حاجات ولو في مثلا فلوس فاضد بحوش لكن على قد الحاجة اللي انت عتجيبيها بالزبط صح لأ بيكون فيه زيادة مثلا ممكن اجيبي حاجة الفلوس اللي انا واخديها ممكن تجيبي حاجة وايه بارخص من الفلوس بارخص من الحاجة اللي انا جايباها فالفلوس اللي انت جايباها تعملي بها ايه الفلوس اللي انت خديها بحوشها تعملي فيها ايه بقى ما تخوشيها بحوشها مثلا بنتي عزت حاجة انا عزت حاجة هو اجيب له هدوم اجيب حاجة في البيت ما الشيطة ولا حاجات في الجافة في البيت حاجات للبيت السؤال اللي بعد فسويني بس نفس السؤال هو محتاج فلوس وانا كان معايا دهب فرفت بيعته وقلت لدي فلوس انا اتصرفت لك فاهم من والدتي طيب ده السؤال التاني ان انت لما دتي له فلوس اللي انت اشتريتي بيتدهب اللي هو كان من الفلوس اللي انت حوشتيها انت قلت الفلوس اللي بتحوشيها بتجيب بيها حاجات للبيت لا انا بناخد فلوس دلوقتي وانحوشها مش في كل الامور مش في كل الاحوال من بعد ما الحاجة الذهب دي بقيتها جيبت في البيت طب الدهب ده كان الفلوس اللي انت بحوشها من الفلوس اللي انت بتاخديها طيب اللي بعده بقى السؤال اللي بعد هو عنده السكر ربنا يديله الصحة ان شاء الله وانت مامل اجر والعافية امين يا رب فهو ما بيلحقش نفسه ما بدييجي مثلا في الحمد في الصلاة ولا هو مثلا في مكان برا ما بيلحقش نفسه طيب بس والقولون برضو والقولون برضو في الصلاة ايه والقولون طيب حاضر عارف يعني انت بتقول ايه بيطر الريح يعني في الصلاة او او طيب عاولت طيب عاولت ممكن بيزهد من الصلاة وما يكملش الآن اقول لك اني انا ضعيف تقول طيب حاضر عاولت اقولك يعمل ايه عاولتك يعمل ايه السؤال اولان ان انت لو بتاخذ الحاجة على قد احتياجاتك الأساسية زي ما على قد احتياجاتك أنت وأولادك على قد احتياجاتك خلاص ده ما فقاش حاجة لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فحتى الحياة دي لو ليكي أنت زي ما تفضلت كده تتعلق بالنطفة الشخصية تعلق بملابسك أنت فدخلي على قد يكفيك أنت وأولادك أما مسألة بقى أن أنت تجيبي غوائش وتتدخلي من وراء لا ده مش من حقك مش من حقك أن أنت تأخذ فلوس وتجيبي غوائش واللي أنت عملته وديتيله الفلوس ديت خلاص وتستغفر ربنا سبحانه وتعالى أن أنت تقولتيله أن الفلوس ديت من مين؟ من والدتك الحاجة التانية الحاجة اللي بعد كده بقى أن أنت بتجيبي الحاجة خلاص أنت بطلت حكاية أن أنت تجيبي دهب والحاجات دي لكن إيه اللي حاصل؟ الفلوس بقى اللي بتفضل منك فتجيبي بيها حاجات للاولاد برضو ما فيهاش إثم فإذا أخدت على قد احتياجاتك أنت وأولادك خلاص دي ما فيهاش إثم ليه؟ إذا كان هو ما بتجيش احتياجاتك طيب الحاجة التانية بقى هو الأحكام الخاصة به هو إذا كان هو ما بيقدرش وبيعنده سلاس بول يعني السكر مش دايما بيجيب للناس سلاس بول ده فكرة مش صحيحة عند الناس لكن هو إذا كان بيحصل له سلاس بول وخلاص السكر جاب له سلاس بول يبقى خلاص هو بيتوضى ويتحفظ مع كل يتوضى مع كل صلاة ويحفظ ويخسل موضعته إذا حصل بلل وحصل بلل فعلا يخسل الموضع ده مش لازم يغيره هدومه كلها يخسل الموضع اللي جاي عليها هذا البلل وبس ويتوضى مرة تانية طيب ومسألة الريح إذا كان عنده قولين إذا كان عنده سلاس ريح كمان القولون ده تأصابوا بسلاس ريح اللي مش لازم القولون يجيب سلاس ريح يعمل إيه؟ برضو يتوضى لكل صلاة ويدخل ويصلي وما يهموش بقى إذا كان هو عنده سلاس ريح أو عنده سلاس بول ما يهموش اللي هيحصل طالما هو دخل الصلاة متوضي وإن شاء الله ربنا يتقبل منه ويعفو عنه ويجمع له بين تمام الأجر والعافية يا سادة احنا تكلمنا النهاردة عن حاجة لو تشالت من بيوتنا البيوت دي تبقى فيها النفس كده تحس كده إن فيها ريحة الجنة تحس إن البيوت كل واحد يقول لك أنا عايز استقرار أكتر حاجة بتكسر الاستقرار وبتأذي الاستقرار هي العصبية العصبية ممكن نتخلص منها بمدد ربنا وبحسن التدبير وكمان بنظر إلى شريك حياتي على إنه حبيبي مش عدوي أنا مش داخل معاه في الصراع ولا كل واحد فينا لازم يكسب التاني باللكمات أو بالكلمات احنا نقدر نكسب شريك حياتنا بحلو الكلمات وبالهدوء وبالطبطبة والحنية والاحتواء الحياتنا هتكون أكثر استقرارا وأكثر استنارة وأكثر قربا من الله سبحانه وتعالى واتخلي قلوبنا قيوب طيبة نقدر نعيش حياتنا في راحة وفي أمان وفي بركة يا رب كتر البركة في بيوتنا وكتر الرحمة وكتر الود واجعلنا يا رب في رحابك طيبين مطيبين جابرين للخواطر ويا رب لا تكتب علينا أن نؤذي أحبابنا الذين جعلتهم أمانة في قلوبنا وفي وجداننا ارحمنا يا رب من مساوي أنفسنا واجعلنا في حصنك يا كريم يا ودود يا رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة